إعادة إدماج السجناء بعد قضاء فترة عقوباتهم تمثل مرحلة مهمة في تأهيل النزلاء السابقين للمؤسسات السجنية مهمة تطلع بها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ضمن استراتيجيتها المندمجة القائمة على التكوين المهني تمهيدا لإعادة الاندماج في سوق الشغل أو إحداث أنشطة مدرة للدخل تحول دون تجدد نشاطاتهم غير القانونية المؤسسة دائبت على إحداث مراكز للتكوين المهني بالمؤسسات السجنية بلغ عددها خمسة وخمسين مركزا توفر تكوينات في تخصصات مختلفة يشرف على تقديمها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وتتلاءم مع البنية الاقتصادية والاجتماعية التي تميز مناطق وجودها المبادرة تمكنت من تقليص عدد حالات العود في صفوف نزلاء المؤسسات السجنية حيث لم تسجل سوى نسبة أقل من ثلاثة ونصف بالمئة من مجموع من استفادوا من مراكز التكوين تدخلات مؤسسة محمد السادس برسم سنة 2015 همت نحو خمسة وعشرين ألف مستفيد ترتبط بالمجالات الاجتماعية والإدارية والقضائية والصحية فيما بلغ مجموع المستفيدين من عمليات المصاحبة ذات الصيلة بالإقلاع عن تناول المخدرات نحو ألفين وأربعمائة مستفيد في الشق المتعلق ببرامج التشغيل والتشغيل الذاتي بلغ مجموع المستفيدين أكثر من ثلاثة آلاف وثلاثمائة مستفيد بينما فاق عدد حملة المشاريع المديرة للدخل سنة 2015 ثلاثمائة مستفيد باثنتين عشرة مدينة بقيمة إجمالية تجاوزت خمسة ملايين درهم مبادرات جعلت تجربة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء تحظى بإشادة داخل المغرب وخارجه إذ اعتبرتها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تجربة نموذجية وفردة من نوعها على مستوى الوطن العربي في مجال إعادة الإدماج